السباة خير عليكم السلف اللاوين اليوم جبت لكم وصفة البسبوسة راح نبدأ بالسيرون ندير زوج كيسان سكر ندير أربع كووس ما والكاس اللي عبرت به يرفض لي 140 ميليليليتر الكاس الأول والثاني والثالث والثاني نديره يغلي أربع ساعة لكي تخرج البسبوسة بنينة نضيف السكر نضيفه من غندل القارص نضيف قارص ونشعل الفون هنا في دارنا نضيف البسبوسة السيرون التاعير يغلي ليربع ساعة ووجدت المقاتل أربع بيضات كاس زيت ثلاثة كووس سميد كاس حليب رشة ملح ليمون زوج كاس خميرة الحلوية وزن 10 جرام وزوج ملاعق فارينا نبدأ بالبيض بسم الله سميد ماهو متوسط ماهو رطب تحت المتوسط وفق رطب حكذا باش تخرج لكم واحد البسبوسة ما شاء الله وزيد نعطيكم واحد السير لبنات خلطوها خلطوها حتى يولي الخليط بتاعكم ببيض قد ما يولي ببيض قد ما تخلطوا المكونات قد ما يتخرج لكم البسبوسة خفيفة كيلو قطن نضيف السكر ونخلط بالباتور حتى يولي الخليط التاعي هذا هو السر اللي يخليها البسبوسة كيلو قطن خفيفة ما تخرجش قاسية شوية ولا دوكان نخلط ونضيف قشور الليمون بصح رشت الملح التاعي حنخليها نضيفها في الاخير مع الفارينة وسميد نخلط ملح هاي رشت الملح التاعي خليتها لبنات حقها ونسيت ما قلت لكم كي تروحوا تسقيوا البسبوسة لازم تصيروا بتاعكم يكون بارد والبسبوسة تكون سخونة دوك راح نضيف الزيت شوفوا الخليط التاعي كيف هو اللون التاعو بيض نضيف الزيت التاعي ونضيف نخلط شوية حتى يتجنسوا المكونات كامل مع بعض دوك نضيف الحليب التاعي نخلط الحليب غير شوية بارك دوك نخلط غير بلد السميد التاعي والفارينة التاعي ورشت الملح خلطهم مع بعض سنخلط الخليط الأول سنخلطه ونضيف اللي تبقى لي من المكونات هاكا ونقعد نخلط بالباتو نروح من يمين اللي يصار هكبه ما نخليش يتجنس كلش وضفت الخاميره ثانيك خلطها الخليط والكاس اللي استخدته يرفض 240 مليليات نقعد نخلط فيه حتى يتجنس الكل ونجيب سنيوة تاعي لمول تاعي ندهنه بالمعقارين ونضيله للفارينة من فوق والفور التاعي سخنته على 150 درجة نخليه يطيب بعقله وبغرضه حتى يولي له حمر من الجوانب نشعله من فوق ثانيك شوفوا القاوام بتاعه سائل يعني جاري هكبه تخرج البسبوسة التاعي قطنية تخرج خفيفة دوك نحطه في الفور يطيب ونحمروه تخيبيا هاي البسبوسة التاعي بعد ما طابت حمروها وما تخافوش شوفوا راني نسخي فيها شوفوا كيف الله يبارك ما شاء الله طلعت لي وتخمرت وشابه سقيوها بصحة نصيحة خلوها ومزوج شوية تشرب تشرب تخيبيا قبل ما تقدموها في طبق التقديم ولا قبل ما تاكلوها سميدي حبي تشرب العسيلة بغرضو ولا ولا سيغو شوفوا شوفوا ما شاء الله شحالة ركبة وخفيفة وتزين اختياري قدرت لها لنواد كوكو اجوز الهند زينوا بالطريقة اللي حبيتوها انتو دوك نوريها لكم في طبق التقديم هاي البسبوسة التاعي بالصح والله ما صبرت انا قطعتها خليتها غير واحد الساعة هكاك كنت مزروبة شوفوا شوفوا الله يبارك كيفها طلعت لي شحالة عريضة تخمرت لي تخيبيا شوفوا شحالة خفيفة والله العادين صدقوني راه يتذب في الفم دوك نهز قطع ان شاء الله وانقطعوا قدامكم خلوها تتشرب وتخرج مع السلم تحت ما شاء الله شوفوا شحالة خفيفة شوفوا هلوالاك تخليوها زوجة سوائع ولا ثلاثة تريح وتشرب ما شاء الله دوك ما بقى لي غير انك اقول لكم اذا عجبتكم وصفة اليوم ديروا لي جام واشتراك وفعلوا جرس وإلى اللقاء في فيديو اخر